النادي الاهلي فاز النهاردة وهو طبعا اهم خبر النهاردة موجود عندنا وزي ما قلتلكوا هيكون فيه كلام في الامور الفنية مع الكابتن رضا عبدالعال فاز النادي الاهلي النادي الاهلي بيتعامل مع المباريات النهاردة بالمكسب اهم من الاداء بيقدر ان هو يحقق الفوز بالمناسبة اتحاد الكورة يعني نفذ ما قاله سيد عبدالخفيز مدير الكورة في النادي الاهلي واعلن عن تأجيل الدوري وان الجدول الجديد هيكون يعني هيتم الاعلان عنه يوم الحد وده معناه ان مباراة الاهلي ودجلة زي ما قال محمد عبدالمنصف مدير الكورة وحارس النادي ودي دجلة انه ألغى معذكر الوادي دجلة بناء على كلام او تصريحات سيد عبدالحفيز مدير الكورة في النادي الاهلي واللي من خلالها خلاص بقى دلوقتي اتحاد الكورة هيعلن عن المباريات الجديدة لكن في نفس الوقت سيد عبدالحفيز لما قال كده قال وفقا لي اتفاق مسبق مع احمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكورة اللي من المفترض ان اللجنة كمان انتهى عملها وفقا لي المدة المحددة او المقررة من جانب الاتحاد الدولة لكورة القدم الفيفا انتهى عملها بنهاية الشهر الجاري وبالتالي هنشوف بقى هيتمد للجنة المؤقتة ولا هنشوف لجنة جديدة ده وفقا لي الاحداث اللي هتحصل لكن الدوري اتأجل واحنا كنا قلنا لكم قبل كده وفي نفس الوقت كان محمد عبدالمنصف قال تصريح مهم جدا مبارح هنا في البريمو ان انا لغيت المعسكر معسكر ودي دجلة انا حتى سألته هل جالك اختار رسمي من اتحاد الكورة قال لي لا انا سمعت تصرحات سيد عبدالحفيز مدير الكورة في الاهلي وبالتالي مشيت على اساس